ويخليك يمين يسار وترى واحتمال كبير يجيبك فهذه مشكلتها فإذا أنت مثلا مثلا عشان نكون واضحين مثلا أنت رميت شفت كلر قاعد يرجع حاول تخارج نفسك يعني أنت لا تحط نفسك يعني في موقف أنك البلد تكون مرمية كلر قاعد يرفع الهاتش السلام عليكم وإن شاء الله وكلكم بخير معكم معتز وفيد جديد طبعا يا حباب نشكركم على الدعم نقدمولينا مهما شكرناكم ونوفيكم حقكم من لايك وكومنت والآخرة وسبسكرايب شكرا ونشكروا لكم من كل قلبي وبس هل ندخل على السحب على طول بسم الله بإذن الله يا شباب فيديو اليوم يعجبكم إن شاء الله في الشرح بإذن الله تستفيدوا منه كثير إن شاء الله كام كومنت 305 بسم الله ما شارك مبروك يا غالد وستاهل هذا الأول أشباح نأخذ خمسة ما شارك يا رب أفوز رب السجاب دعوتك هذا رقم اثنين رقم ثلاثة ما شارك رقم أربعة باقي آخر واحد رقم خمسة مبروك مبروك يا شباب وتستاهلوا كل خير وعقبال اللي شاركوا في الكومنت يا شباب على السحب إن شاء الله عقبالكم كمان تفوزوا في السحب بإذن الله وبس يا حبابي تستمتعوا بالفيديو وإن شاء الله يفيدكم الشرح أخليكم مع الشرح طيب يا حبابي اليوم عندنا شرح مابا النميسس بالتفصيل الممل هنشرح اللوبات القوية واللبات الضعيفة وإيش اللوبات اللازم تتجنبها وما تلوب عندها وإيش اللوبات الكويسة هنشرح يا شباب بالتفصيل بس يا حبابي ترسوا اللايك والسبسكرايب سمتعوا بالفيديو بيس طيب يا حبابي نحن وقفيني في نص مابا النميسس مابا النميسس شباب دورين فعندكم الدور اللي فوق والدور اللي تحت طبعا اللي الدور اللي تحت بلتاته أقوى من الدور اللي فوق هذا اخذوها قاعدة بلتات الصيف كثيرة في الدور اللي تحت مقارنة في المابات الثانية يعني إلا ما بداقيم ไม lebih الثاني المابات الثانية يعتبر من ممكن توب ثري بناحضة بلتات الصيف إذا ما تت Originally يقوموا بلتات جدا 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 قوية مع أنها ما فيه لو شاك طبعا يا حبابي البلتات القوية اللي تحت أقوى من البلتات اللي فوق بلتات اللي فوق في بلتات كويسة لكن تحت أكثر طب يا شباب زي ما انتم عارفين ما بنمسي نقسمها جزئين يمين ويسار طبعا البلتات اللي على الجهة اليمين أقوى من الجهة اليسار بكثير ونشرح لكم هذا الشي بالتفصيل وبسم الله خير نبدأ من الجهة اليمين ونبدأ مع الأول لوب موجود طيب يا حبابي كبداية في فكرة الناس تجهلها اللوب هذيك اللوب هذيك اللوب هذا اللي هنا أو البلت هذه عفوا اللي هنا ما فيها لوب صح تقول معتز انت تجي وترمي هذا كذا كلف ظهرك هذي يا شباب البلت لها طريقين للوب نبدأ بالطريقة الأولى أنا معانا أستاذ مايرينو طيب يا شباب الطريقة الأولى واحد ثلاثة أبدأ الطريقة الأولى يا شباب انك تلوه بعد درج هذي الطريقة الأولى تلوه بعد درج تاخذ لفة لفتين باللي تقدر عليه بنحاول ناخذ لفة لفتين نشوف هذي لفة الثانية هنقدر ها ها الكار ما هده ماشي زي ما هو شوفوا لفتين بالراحة لفتين بالراحة شوفوا وصلنا البلت ونقدر نرميها يا شباب هذي الطريقة الأولى انك تاخذ البلت هذي تستخدم الدرج معانا الدرج بعيد ما تخطره في بالاحد لكن انا سويتها عمري والفيديوهات موجودة لتشوفوها طيب ميرينو ضرب مدري يشبو زعل طيب يا شباب الطريقة الثانية اللوب يا معتز كيف لو انت جاي من الجهة هذي طيب نفترض انت جاي من الجهة هذيك روح هناك روح فنقول الكيلر يبدأ معاك تعال يلا بسم الله الكيلر يبدأ معاك اللوب شايفين كيف هذا اللفة الأولى لحم 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 ها شايفين كيف شباب انتوا طلبتوا ان يجيب كيلر واشرح عشان يبان معاكم اكثر ها شايفين بعدين رحت وعطيت الكيلر استن او ارميت البلت فهمتوا كيف الطريقة فهذا حين عندنا طريقتين الاول بلت ترون ما بهذا كويس ماهو بذاق السوق فيه كم بلت يجي منها يا عيال حاط ريث شوه انت من ريث يا طيب يا حبيب بعد ما خلصنا من البلت هذي هنكمل سيدا لما ننزل الدور اللي تحت بعدين نروح للجهة الثانية طبعا نبدأ في اليمين طيب يا شباب انتوا زي ما انتوا عارفين الغرفة هذي فيها ويندو فيها ويندو وهذي ويندو تنفع ما تنفع على حسب الحال انت فيها وفي البلت هذي طبعا شباب البلت هذي هاتي جهين تجي منها يا الجهة هذيك اللي احنا جينا من عند الدرج وطلعنا يا من الجهة هذي وانتوا ما نروحناك وانيش راح هتعرفوا من فنجين طبعا شباب البلت هذي سهلة جدا ومن اسيات اللعب وانتوا عارفينوا شرحنا الاسيات قبل مقاطع الشرح القديمة هذا البلت جدا جدا عيدي هذي تنفع ضد الهنترس تنفع ضد سلينجر تنفع ضد كل كرات تنفع ضدهم طبعا الكرات اللي زي برميت هيت وكرة السلاسل هذي لهم مسلوب خاصة سيما انت تعرفوا من نفسك عرفت انت عفت تصرف اي بلت معهم فاهمين قصدي زي ما قلنا تلعب معهم على المصفات الطويلة الى اخره وبس عشان انت بتفهموا كل التفاصيل وصعبة اني ابدأ اشرح يعني تخيلوا بجيب كل كيلر واشرح بالتفصيل كيف تلوبوا هذي حتتاخذ بالساعات فانتوا عارفين كيف شرحتها في الاقيام ونلعب او في الشرحات اللي فاتت ارجعوا لها لكن انا اقول لكم هذي بلت جدا جدا ممتازة يا شباب وتناخذ بالطريقة هذه لكن في ملاحظة بسيطة البلت هذه يا شباب لا حد يرميها يعني حاول حاول يعني انت جاي من هنا مثلا لا تروح من هنا لا تروح من هنا انت لما تروح من هنا كأنك تقول الكيلر تعال معايا من هنا فيصير انت لما تلف تلف رح ترميها فين على جوه رح ترميها كذا على هنا على جوه فهمتوا كيف لكن لو رحت هنا لو رحت من هنا فالكيلر حييجي معاك من هنا فانت ترميها وتكون ما تنحشر وتروح من هنا الكيلر لو كان واقف تصير انت برا يعني انت برا هنا والكيلر رجوه فشوف انت قدامك الباب يمديك تروح اما لو انت كنت هنا والكيلر هنا اذا كسرها يمديهي الحق هنا شوف ما يمديك توصل لانه في مسافة فهمتوا قصدي فالافضل العكس انك تخلي كيلر جوه وانت برا وحنجربنا شوف ما يرين والله ولا يدري شوف كيف جاء شفتوا كيف جاء شفتوا كيف جاء لانه طبيعي اذا انت دخلت من هنا الكلر حيجي وراك طبعا اكيد هذي احتمالات انه الكلر فاهمية امعتز احتمالي اذي اكيد بس انت لعب على المضبوع انت خلاص صوت اللي عليك عشان يكون في ظهرك فهمتوا كيف طبعا شباب هذي طبعا وضحت الويندو هذي اذا انت مثلا الكلر كان بعيد هناك مثلا وانت روحت من هنا احتمال امديك تستخدم الويندو وتاخذ اللايث تقدر مو though وانت ذهي Oft نتذب iami اذا مو就是 صوت شاب گ بقم بقم هناك ليه لوب اما هنا ما لها لوب سيف هذي ليه لوب هذي شايفين كيف لوبها بس برضو لازم تتأكد كيرو سبق ما سبق ها تتأكد لان لو سبق لك مشكلة لانو ما كان مرتفع هذي لوبها هذي كده بس ما هو سيف ترون لانو مرتفع والمسافة ما هي الكبيرة ذيك لو كيرو سبق لك فجأة تحس بوراك مشكلة فهمتو كيف وانتو حتى تلاحظون ذا الشي اذا كانت هنا تقول لي معتس طب لو كانت هنا انا ليش ما اخد لفة هنا واروح لها برضو تقدر برضو تقدر بس انتبه الكل لا يسبق لك معاني انا ما شوفوا لوب سيف لانو صغير شوي ومرتفع بس برضو كل لا يسبق لك اما هذاك اللي هناك كان لوب سيف وطويل فهمتو كيف اختفي اختفي نروح اللوب اللي بعده يا شباب طيب يا حبيب بعد ما رمينا البلت اللي جوه هذيك وعرفنا كيف نلوب عليها عندكم المنطقة هذي الدورين اي شباب المنطقة هذي الويندو اللي فوق هذي كويسة تروا ما هي سيئة لو انت مثلا تطلع من هنا ولكلا وراك عندك خيارين طيب شوفوا عندك خيارين يا انك تنقذ من هنا او تنقذ من هناك اذا كان عندك مثلا بلينس او لايث بلينس طبع شباب البيك اذا هو نقص من مكام مرتفع اعطي سيبرينت بعد ما تنزل على الارض عشان نووضح الليث انه قصت من ويندو اعطي سيبرينت الليث مشكلته انه ضيع وقتك نص السيبرينت حيروح وانت في الهواء عندما توسع على الارض يبدأ يدفع فعندك طريقتين عندك الويندو هذي ويندو هذي وفي طريقة ثالثة اي شباب برضو كويسة شوفوا شباب شوف الكيلو وراي طيب مع انه قريب كان شايفين كيف شوفوا هذي الطريقة الاولى بس الطريقة هذي مشكلتها الطريقة ثالثة عفوان بس هذي طريقة مشكلتها لو انا بانقز كده الكيلو احتمال يسبك من هناك يسبك فهمتو كيف فهذي مشكلة بعدين اقدر انا اروح للبلت عرفتو كيف فهذي برضو مشكلة وعندي طريقة ثانية ضع يا شباب في طريقة كمان انك تيجي كده وتنقز الويندو شوف ما في مسافة كبيرة كيلو سبك فيها بس بس برضو ما هي سيف مرة انا قلت لكم انا اقدر الوب بالطريقة هذي بس كيلو لازم يكون موني هانتريس ديسلينجر هيكون الوضع صعب ديسلينجر ممكن تقدر ضده بس لو كان هنا في الزاوية ذيك ممكن يسحبني وهو ينزل في فتحة ذي وان انزل معه ويضربني تحت هانتريس طبعا تقدر ايزي الا انت تسوي كراوتش بليك تقدر تلوب هنا الدم ما يوصل ترون بغاني روح في الفتحات هذي مرح بس انا شوف افضل افضل اذا كان كيلو مرة بعيد واموا عادي لوبوا من هنا حتى لو كان كلاوون 3D تقدر خاصلكها في مسافة بعيدة بلت معروفة يعني ما هي جديدة لف عيديك لف عليها بس انه مشكلتها قصيرة عرفت كيف يعني يميني صار يميني صار التب ليس يسبق لك بتكون تعارف شايفين كيف صاري ممعروف يعني أساسيات بس شباب نروح البلت اللي بعدها طبعا شباب هنا خلصنا من الجزء العلوي اللي فوق من الجهة اليمين طبعا شباب ذا حين نروح على الجهة اليمين اللي تحت بعدين ننتقل الى الجهة اليسار طبعا يا حبابي زي ما تكلمنا احنا على لوب الدرج لما انا لوبت اول لما كان اكل ارناك وانا لوبت عند طريقة ثانية اني الوف هنا واخذ الدرج هذا طبعا يا معتاز اذا خدت الدرج هذا ايش فيه قدامي في عندك البلت الطويلة هذي ما حتاجت فلسف فيه هنا يا شباب بلت واضحة جدا 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 وما يحتاج فلسفة صراحة يعني ما في كلا لقدر جيبك منه الا امكن برمت هيت والكرب وسلاسل هما يقدروا جيبوك لكن زي ما قولت تحتاج انت تعرف تلعب ضده من الاساس اشان تريف تتعامل لك الشباب فيه مشكلة بسيطة ضد هنترس وضد سلينجر اذا انت رميتها بلت كذا وانا عم بي سويتها في ستريمر اذا انت رميتها بلت زي كذا ترى انت ظهرك مكشوف للهنترس ولا هذا شوفه شوف كيف ظهري مكشوف يمدي هو يوقف هنا ويخليه كيمين يسار وترى واحتمال كبير يجيبك فهذه مشكلتها فاذا انت مثلا مثلا عشان كل واضحين مثلا انت رميت شفت كيلر قاعد يرجع حاول تخارج نفسك يعني انت لا تحط نفسك يعني في موقف انك البلت تكون مرمية والكلر قاعد قاعد يرفع الهاتش او ديسلينج قاعد يقيم وضعك مرة صعب شوف ظهرك مكشوف في كل الحالات وظهرك مكشوف يعني انتوا كيف فهذه البلت وخلصنا منها وشرحنا عيوبها هذا العيبة الوحيدة شباب طبعا عندكم البلت هذي البلت هذي شباب لها حالتين في اللوب زي ما هو واضح هلنا دي الاستاذ ما يرينو طبعا شباب عندكم اللوب الاول اللي هو من هنا انك تلوه بالطريقة هذي عندك لايث خذوا فعلوا زي ما قلنا عشان تروح للبلت الثاني امديك تلوه بزي كذا شايفين كيف لحم لحم طبعا لا تخلي في مسافة لحم كل طرف تشوفوا لحم شايفين كيف بعدين اذكر قرب منك ادخل جوه طبعا نفترض خلاص انه قرب تدخل جوه وتكمل من هنا فاهمتوا كيف تكمل تكمل ووزه كيف فعندك حالتين لللوب عندك هذي عندك هذي بلت اغلب الكارات يستناك ترميها عشان يروح لك يمين يسار يمين يسار هنا ما يرينو هنا شوفوا كيف شوفوا المسافة كيف المسافة بسيطة شوفوا كيف ترى يمين يسار يقدر يجيبك يقدر يجيبك شايفين كيف والله ترى ما هي ما هي مرة سيف اذا رمت تحتاج انت توزنها متى تنقز متى هذا بس لانه احنا بنقات العرب ما هي كويسة لانه بنقاتنا كويسة كما تكلمت عن ذلك موضوع عصر بس هذي عايبة اذا رميتها و الكلة رمت فانتبه ليسوي الاسبكت بل انترميها طبعا يا شباب عندنا البلت اللي هنا هذي يوزلس جدا يوزلس جدا جدا انا شوف ما تفعله لو كلار بعيد معاك لايث ترميها كده وتنقز وتفقع بس غير كده ترا صعب تحط استن مرة صعب الا لو بتسوي الحركة ذي كده تقدم وترجع بس احتمال ضئيل انها تضبط طبعا يا شباب مترصبين هنا بالضبط يا شباب هحطلكم ربطة اللوب من اللوب فيها هذه البلت ضد مايكل كانت وحريكم كيف لوبت ما احتاج اني اشرحها مع معين وحوريكم كيف ربطة اللوب وكيف بعدين رميتها اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في الفيديوهات القيامة العيدية انك لا تحتاج في الفيديو شرح لكن لعيونكم مشرح ما في مشكلة شرح 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 تجنبت تروح اللوب اللي بعد وتروح اي مكان ثاني افضل ترجع تطلع هنا تروح اللوبات القوية اللي جوة تطلع فوق الى اخر يا شباب اتوقع كده يا شباب خلصنا شرح الباقي اخر شيء ولا خلاص بنخلص اصلا عدا نخرج من هاتشان طبعا يا شباب عندكم الوندو هادي الوندو هادي كويسة وما هي كويسة لانو يا شباب شوفوا فيها بابين باب شوفوا كيف الكلر مدي يروح يمين يسار انت ممديك تخرج شوفوا كيف لو انا بنقز من هنا واحد اثنين ثلاثة الوندو هيتتقفل واذا الوندو تقفلت خلاص انت ستنحشر فهمتو كي فلازم تكون سيف يعني ما استعجل بالنقزة مثلا نقست كده صح الكلر كم عند البوابة ذيك بعد ما نقزت اكلر حاجي عند البوابة هذي صح لما يجينا خلاص اهوش له كده شفتو كي ها انتبه انتبه انقز ولا ما انقز تعال طبع الكلر ما هي الحك بالطريقة هذي ما حينقز وراك وانت تلوف زي كده ويرجع ينقز وراك ما حيسوي كده يا شباب كلر ما حيسوي كده خلينا اوضح الكلر اقول له من فان يجي طبع يا شباب توقع وضحت كده شوفوا كيف اغرب كنا تصوين زي كده شايفين شوف شوف يبغال انتو تتقفل الاغرب يسوي زي كده شوف شوف كيه ترى يعني كان دي يضربني فاهمين كيف بصان قاعد اشرح الموضوع شوف كيف تقفلت فالوضع صعب يا شباب مو سهل مو سهل الوندو هذي مو سهل فعلا كده الافضل الافضل تتجنبها مرة تتجنبها وكده راح يحشرك وكده يا شباب خلصنا كل الشرحات فهذا الماب من البلتات الكويسة الافضل لوب وطريقة اللوب اتمنى اعجبكم الشرح يا شباب وبس يحباب يلاتيوا اللايك والسبسكرايب اتمنى لكم الخير دايما بيس شرح